فالعميل لما لقى فيه مشاكل بدأ يحس ان فيه حاجة خطأ بدأ يوقف السباك بدأ ينتدب محمد صلاح ابو علي ان الشغل صح ولا غلط فبما يورد الله جدا نبص على الاخطاء ونتكلم بما يورد الله هل هي اخطاء تستدعي ان احنا نقول ان الشغل غلط ونغير ولا لا رقم واحد سيادتك ده ضقت مقفول نهائي هيتقفل وهيتمحر ويتبني يبقى عامل زي الاتيل جوه التربة بتاعته محدش هيفتح عليه تاني طيب عندي هنا خط الاواعد نزل قرب بقى خلق سعودين كده خط الاواعد نزل اه اللسطة حط كعين صد رد عادة لخط الاربعة بوصة تمام كده طبعا اه دي من اكبر الخطأ ليه في مناديل في فوضح في حاجات بيترمي في خط الاواعد ما ينفعش ان هو يكون بالطريقة ديت اقل حاجة كان عمل كعان مفتوحة زي خط البيب لما هو نقل خط البيب عن بعضه بيكعان مفتوحة دي كده صح انما دي كده خطأ بنسبة مية في المية ولا بد ان هي ما كانتش تعمل كده اطلاقا بالمرة لان ما عنديش مكان اسلك منه هنا اطلاقا دي كانت رقم واحد رقم اتنين حضرتك المنتج اللي هو اللي مسلم العميل عليه من ارضى من ارضى من ارضى المنتجات اللي صنعت في عالم السباكة الصح ان انا بفور الشغل القديم اللي هو اللي بيديه واني مش عايزين نوسك الاسامي شركات الشغل الروماني دوت عامل زي الازى رديق جدا 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 ارضى ما صنعت في عالم السباكة وهنطلع فوق هنكسره بالمطرقة وهنشوف ه يكسر معنا ازاي فده كده منتج رديق جدا ما ينفعش حضرتك تخلي العميل يسكن وعنده بضاعة رديقة طيب رقم تلاتة والاهم انا لو هشتعى منتج الرديق دوت اول حاجة بضلق مية هنا بحط مية وبطبط من بره وبعمل زي قمعة باختبر الوصلة اللي تحت الارض سواء خرج على بره او ماشي على الريسيبشن باختبر المية لو المية شغلها سابتة يبقى انا موسيلة كويسة باشاغل عليها ولو هي مش سابتة ما ينفعش ان انا اشتغل عليها هنا القسطة اشتغل بدون اختبار ومشى نفسه زي ما تمشي وخلاص طبعا المسورة ديت الاربعة بوصة والتلاتة بوصة مجهولة الهوية العميل نفسه مش عارف هي ماشية ازاي ولا السابتة عارف ان هي ماشية ازاي واشتغل زي اه متيجة زي ما بيقوله فاصبحت تجميعة الدقت هنا من البداية خطأ بنسبة مية في المية وان اللوصلة جمع على الشغل القديم الشغل ده شغل ازاز شغل من ارض ما صنع في عالم السباكرة انا بقول من ارض وانا واسك قدي كلامي اه تالت حاجة الاهم يعني كترتيب الشغل هنقول زي ما بيش في مشكلة بس يعني ايه كان في احلى من كده بس هنقولي الحاجات اللي هي اللي ما تنفعش اتعدي يعني في سبعين في المية مواسير مش هنتكلم طبعا الوسط ما كانش يكمل شغله ولا عمل حاجة العميل لما لأ بدأ يحس ان في مشاكل قال لك وقف لحد ما نعمل تست مع حد تاني او ما شبه الى ذلك فده كان اول خطأ نطلع نبص مع بعض فوق طبعا العميل لما حس ان الشغل غلط طبعا لما بيتابعنا وبينقولي الطريقة الهندسية فطبعا احب يخش يعرف ايه الطريقة الهندسية في شغل الاستباكة فالعميل بدأ ياخد فيديو من عندي ويطابق ارض الواقع عنده لقى ان الدنيا مختلفة تماما 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 عن اللي موجود عنده بمعنى الشغل الصح سيادتك والشغل المزبوط انا همحر الحمام فبالتالي بييجي الراجل وبعد المحارة بيعمل لبؤج وبشد بؤج واوطار والكهربائي بيشتغل عليها والسباك بيشتغل عليها هنا اللسطة السباك لو تلاحظ الكوعب وسن مدفون ما يقرب من قرابة خمسة سنتي داخل الخط داخل الوطن الحقيقي الجديد يعني الكوعب وسن لو حطناها ميزان حضرتك الكوع داخل قرابة خمسة سنتي ولسه تراتة سنتي وهبرز بورسلين يعني هيبقى السن بتاعه هنا فدي كانت برضو من بعض النقط اللي شدت انتباه العميل لا محمد صراح بيتكلم وانا مش بتكلم من فراغ او بتكلم من حد المجموع بيتكلم واي حد بيسمع لا فيه ناس فهم جدا عارفة ايه الصح من الغلط عايزة تعمل شغل هندسي لانها بتدفع فلوس فيلا بتتوضب فبيعمل شغل فبيدفع فلوس الواحد لو يجيب الحاجة بخمسة جنيه اسمها فلوس بالنسبة لي فلجنة عمل حاجة كويسة فطبعا اللوسطة اشتغل بالطريقة البلدي او الطريقة العشوية او بالطريقة الشعبي اه طبعا انت شغل في فيلا مش بنقول غلط انك تشتغل شغل بلدي ولكن يتشغل في فيلا يعني شغل هندسي وتسليم استشاري زي ما بيقوله فالشغل الهندسي لو وطع والشغل العادي لو وضع مايجيش اسف في اللفظ زي ما قلنا ميت مرة برون تكرارا في صناعية متخصصة في شغل الفدل وبعارفة يعني ايه شغل هندسي وبتتفق كماديات او مصنعات على الشغل الهندسي بيجي واحد شغال اه شغل ما اشتغلش في فيلا اللي كده مثلا او ما شابق الازاك او ما يعرفش حاجة عن شغل هندسي وبيخش يشتغل وبيكتهد ربنا يوفقه ويزيده بس ما تحاولش انك تبهوص شغل الناس او تقول هو كده صح والله ينور او الكلام ده الصح سيادتك بشد وطر يمين وشمان سيادتك بشوف ربية شغلي وبعمل الخيط ده اللي شاد انتباع العميل وبازبوت الميني والماكسيموم ليه الخلاط بتاعي اه هنا كانت مبنية حائط احنا كسرناها الكوعب وسلنا غاطس جوه الحائط كرابة سبعة سنتي او خمسة سنتي فكنت هتركب عقل التطويل سبعة سنتي او خمسة سنتي ليه وانا عندي بقجة كمان كده طيب اه لف وقشك ان احادي كده برضو من من احد الاخطاء اللي متعديش اللي هي الغلط الاخطاء الغلط اللي هي الغلط غلط يعني اولا انا عندي دول كوعين صد رب كوعين يعني ايه صد رب يعني كعين تسعين هنقول تمشي حالها بنسبة اربعين في المية تمشي حالها وانا بقول لك غلط ما ينفعش تمشي حالها الصح يا كوع تسعين مع كوع مفتوح او كوعين مفتوحين لو الايمة مش جاي باك انا شايف الايمة كبيرة جدا كان يقدر يحط كوعين مفتوحين كانت فيها مية صرفة عن الطريقة دي ولو احنا سيبناها زي من الوسطى محب شمونة وزي الفل وحطيت ميزان عليها هات كده باش مهندس هنا ننزل الميزان هنا مديك ميل زي ما سيتك شايف كده عم عم طيب لو حطينا الميزان علي القورة بتاعة الكوع والجلبة ايه اللي حاصل الميزان قالب كرابة صمتي كرابة صمتي ونص او اتنين صمتي المفتوحين الميزان يكون كده والميزان هنا دلوقتي زي ما انت شايف على القورة هنا هي وهي على القورة هناك هي الشغل جاي ميزان مقلوب ميزان مقلوب زائد كعان تسعين زائد ان ضغط مقفول استحال انك تعرف تسلك الخط دوت اطلاقا بالمرة لو انا رميت فوطة او انا رميت اه اسف في اللفز يعني ممكن فوطة اسف يعني اسف اولوز حاجات فوط حاجات بتعدي غصبا عني وعن اي حد مثلا ويه مناديل وقعت مرة في مرة افلت هنا ولا هاعرف اسلكها ولا هاعرف افتح الدكت ولا هاعرف اوصل للمواسير زي ما احنا قولنا من تحت المواسير بتتقفل عليها نهائي الموضوع انتهى الصحة حضرتك هنا احط كوع مفتوح وهنا كوعين مفتوحين طب القيمة انا نادرا ما بشتغل بكوع تسعين بشتغل بكوع تسعين نادرا نادرا ليه كوع تسعين نادرا لو الايمة مش مخلصة معايا انما انت الله مصلى عن ابي معاك لسه 15 سمتي تقدر دوحط كوعين مفتوحين مستريح جام جدا وما اعملش الميل المقلوب اللي حداك شايفه كده عم عمري اشايف الميل اهو تصور هات الوازرة هنا هنا على الكوع وعلى الجلبة والميل المقلوب اه زي ما سيتك شايف كده لازم ناخد بالنا جامل جدا من حط الميول عشان زي ما بنقول دي اسمها مواسير صرف مش مواسير تغزية التغزية فيه ضغط مية فبتطلع ميلة يمين ميلة اشبال مش تفري اما مواسير الصرف ليها انسيابية للميول بتاعتها فيه ناس بتقول لك مشي همزان انا بقول لك غلط الصرف بيمشي ميل وارد جدا تعدي عليك محمد صلاح والمسورة ليجي ميل عكس وارد مش هقول لك مش هقول لك مش هقول لك مش هاد ما بيغلطش ولكن تغلط في واحدة اتنين تلاتة في مكان واحد لأ تبقى صعبة جدا 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 برضو زي ما قولنا ان الضكت ده هيتقفل نهائي ما عنديش مشكلة يتقفل بس يتاخد زوايا 45 كله معايا قلم معايش قلم الزوايا تمشي معايا زوايا 45 عشان لو حبيت اسلك بصورة السوستة اعرف اسلك السوستة من هنا لبرا وتلاقي الدنيا ماشي معايا كبين سيابية طبعا دي المطرقة هاتي يا محمود محمود كوعا مفتوح ده بتاوصل لو سمحت كاسر او جلبة ده قطعة 75 ملي المنتج اردق منتج صنعة في عالم السباكة بص من دب ده واحد اللي يحصل فيه بس عشان وشي شفت اللي حصل حضرتك ده ده دبنا عليه بالمطرقة هنجيب قطعة 75 ملي تلاتة بوصة من منتج شركة كاسل اللي هي بننجر بي ار او سمارت هوم بص حضرتك ادي دقة اتنين تلاتة المنتج زي ما هو ولو ركبت فيه مصورة دق عليه تاني وتقلت ورابع وخامس ده اللي بنقوله قوة تحمل المبنى لو انا عندي تأي تريح في الارضة اللي احنا شفناها تحت لليات المواسير اللي في الارضة دي اي تريح في الارضة هتلاقي المواسير قطعة متخيارة طقت العميل بعد مفرش برسل ورخام ودنيا طويلة قوي ارجع اكسرها تاني عشاء خاطر منتج انت قلت للعميل هت بضعه وهو ما اجاب لكش لا انت استسهل ركب انا اتفقت عايز ااخد فلوس وجري الله واعلم بزروف الشغل كان ايه مش عايزين نتكلم في حاجة احنا ما نعرفهاش ده كانت برضو سبب من اسباب اللي خلى العميل يبدأ يشت او ياخد باله من بعض المستجددات الامور زي ما هوا بيتابع محمد صراح حس ان عنده حاجة غلط طبعا العميل بياخد من عندي الفيديو بيتابعه يجي يشوف الاتشغال عنده شغال صح ولا غلط يبقى احنا بننفيد العملة زي ما بننفيد الصناعية وزي ما بننفيد كل الناس بفضل الله سوحات عليها عن طريق السوشال ميدي بص في الحامل اللي جنبه طبعا هنا حضرتك كان اللوست احطت بيبة وكان هيجمع الصرف بعد العزل وما شبه الى ذلك طبعا الصرف ركب كعان تسعين انا مش عارف ايه فايدت وايه غاية الكوع التسعين مع الصناعية اليومين دول او الايام اللي فاديت ديو كلها اللي انا عرفه كوعين مفتحين بيديني ربع دايرة انت قلت العملة هاتلي كوع زيادة بعشرين جنيه وقال لك لا هتجيب كعان خمسة وربعين زيادة في الفيلا بكام عشرين كوع في عشرين جنيه بربعمائة جنيه بس عندي انسيابية عندي ربع دايرة اعرف احط السوستة اسالك تجري معايا عم عمر مش هركب كوع تسعين طب ايه الفرق ما هي هي اللي يخليك تلكب كوع تسعين في الايم تلكب كوعين مفتوحين مش عادر مش عادر مش عادر تتكلم كلم يخش جوه برضو بقى هنا الحمام دا بقى اللي فيه الحاجة اللي طول عمري الثاني دلدل عليها وبيقول يا جماعة الواحد انا اسف الواحد بيتكلم بحرقة وبعصبية لان ما بيشوف شغل الناس بيبادل بالطريقة ديت بيصعب عليه نفسه ان هو بيكتهد وبيعمل الواحد مش مستني مقابل من العبد الحمد لله ربع الان الواحد بيعمل ربنا سبحانه وتعالى مش مستني مقابل من العبد ومش بيستني منك كلمة حلوة بس انا مستني ان الناس تتعلم وتعمل الصح انا مش عايز حاجة من حد ولا حد يقول لي انت مرافو عليك انا انا اقل له واحد بس الصح اللي بيخطيفش عليه اتنين الشركة المصنعة لشركة المواقع طبعا مش عايزين نقول اسمي منتجات عشان ما نعملش دعاية او تشير لحد زي ما الناس ما بتقول حضرتك باي منطق اي منطق اي شركة مصنعة قالت ان الكوع يركب دل لفوق الديل واخد بالك يا عمرو لا اقرب كده حبيبي عمرو دينا كده الديل يا باش مهندس راكب وشه الفوق الصح حضرتك ان الراس تسلم ديل الراس تسلم ديل انت كده اللي بواصلة دي كده لك بقى خطأ 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 الديل ده راكب وشه الفوق انسيابية المية وهي نزلة ففيه فراغ بين الجلبة والديل الجوان بقى راكب مقلوب في اي نقطة تسريب هتلاقي تسريب عندك في الارضية هنا بنسبة 200 في المية دي رقم واحد رقم اتنين لو حطيت الميزان هتديك شايف انا شايف شايف ولا مش شايف يعني هنقول دي مزان الصح انك كدت تقطع زي ما انت عامل محدش هياخد باله ماشي زي ما انت عامل وكدت رفعتها اتنين سنتي وعدلت معاك الشرب لو على الشرب اللي حضك واخده الشرب مديني مية وتسعة فما فيش عندي اي مشكلة لو رفعت المقاس سبعة سنتي وعملت المقاس بتاعك يكون مديك ميول علاوة على ذلك الراس والديل راكب خطأ بتسريب ده كده تسريب النهار ده بكرة بعد سنة بعد شهر بعد شهرين يمكن شهر يمكن اكتر زي ما تكون في تسريب هتحصل في المجموعة دي لو اشتغلت تاني فارجو ان احنا نتجاهل ونعدي الاخطاء اللي احنا بنشوفها دي عشان ما تتعملش عندك تاني ومقف دي كانت سبب من اسباب برضو ان انت العميل بدأ ياخد السباك هنا يوم اتنين تداربعة اشتغل العميل خد بقاله لأ واقف لأ هنجيب حد يشوف الدنيا لوحة بتكلم بميورد الله انا هقف مع زميل السباك في الحق لهو لوحة هجيبهولو انما الشغل الخطأ زي كده او حاجات زي كده ما تنفعش ان هي تعدي ولما بنصور بنصور ان احنا بننوه ونخلي العملة والفنيين والمهندسين ياخدوا بالهم من الاخطاء اللي غير نوعوا فيها احنا بنشهر بحد ولا قلنا اسم حد ولا قلنا مكاننا فين احنا بنقول اخطاء على شغل السباك مصر فيها مئة مليون بني ادم من ضمنهم مليون سباك المليون سباك دول لو فيهم الف واحد او واحد في المية ولا واحد في المية الف واحد بيشتغل خطأ يوميا هيعمل احضار اموال الناس بكم ملايين او كم مليارات بعد سنة واثنين وثلاثة يعني التسريب ده لما يصرب دلوقتي في فيلا هنا سربت الدور اللي لتحت فيه مية اطلع انزل قصر بورسلين انزل اعمل جيبسن بورد عدل دهانات بند السباكة بيصرف عشرة في المية من حجم اجمال الفيلا ولكن لو ما تعملش صح بتقصر الفيلا بعد يوم اثنين تلا شهر سنة اثنين عشرة زي ما سنتك شايف بالطريقة دي احنا بنتكلم في مشاكل تسريب مش بنتكلم في صحة وغلط بنتكلم في مشاكل تسريب وصحة وغلط طبعا برضو كان من ضمن ان برضو ان اللي نوح على فجرة العميل ان الشغل مش جاي بالطريقة المزبوطة طيب انت عندك في بقجة هنا وفي بقجة هنا هنقول ان السباكة اللي شغال ما عرفش موضوع البقج او ما اشتغلش عليه او الله اعلم بظروفه ولكن في عندي عين بتقول يا عم عم عين بتقول ايه شايفوieth الحددة لا اقدي ايه? باين وبين الصندوق والخدة بينه وبين قديين الصندوق فيه فرق هنا هنا الحدة فيه فرق ثلاثة سنتي وهنا هنقول فيه صندوق ففيه فرق اثنين سنتي السندوق ماشتور كده اثنين سنتي فلما الحظها هتيجي عيدت لي المسامير دي هتلاقيها شطرة القعدة صن شمال اثنين سنتي هتقول لي هقولك لا بيبانه اقعد على القعدة مشتورة هتلاقي مشتورة اتنين سنتي فاوانت قاعد مفيد اني قاعد طبيعي عدل كده فهتلاقي ان الطويلة اجباري غصبا عنك بياخدك سنة شمال فانت بتاخد نفسك سنة يمين فتلاقي نفسك قاعد رجلك مش مستريحة على الطويلة ده مش حمام عام ده حمام فيلا يعني ناس عايشة فيه يعني هيقعد مرة وخمسة وعشرين الف مرة في المكان بالقعدة المشتورة يمين شمال وهو عايز يقعد عدل فالصح ان انت بتعمل البؤج احضرتك ده الشغل الهندسي ده الشغل اللي انت تعمل تقبل ربنا به هتفرق معايا وقت اه بس ان بزود مصنعية عشان برضو حكاكها للحط الشغل الهندسي عشان دراك خطان وبؤج وأوطار اغلى من انا اشتغل لك شغل عشوائي بالبلد ازي كده حط وركب يلا كله شغل زي الفل ده بفلوس وده بفلوس ثانية خالص ده محمد وده سيد محمد زي ما بيقوله ولا مش عارف بيسموه ازاي ده كان برضو من ضمن الاخطاء الاعداء المشتورة يمين وشمال او الكلام ده اللي احنا بنتكلم فيه وبرضو كان من ضمن الشغل الكعان التسعين اللي احنا بنتكلم فيها حط كعين مفتوحين بعد اذنك بعد اذنك عمر العميل ما هيستخسر في بيته فلوس حط بعد اذنك بدل مكوعة واحد تسعين بدل مكوعة واحد تسعين بعد اذنك حط كعين مفتوحين الكعان التسعين بيعمل مصد لي السوستة لما بتيجي تسلك بيعمل مصد بيقف انما لو بص حضرتك الكعان التسعين اهو لما باجه ازق السوستة بتوقف هنا اهو ما بتلفش معايا انما لو هو كعين مفتوحين بتنزل تجري بربع دائرة انسيابية ما بتفكرش ان هي تسد معاك دي كانت من بعض الاخطاء فيه برضو ما رحيس فوق اثناء فوق كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة